في عادة الشرعية تواصل مقاتلات تحالف العربي قصف مواقع وتدمير أليات للميليشيات الانقلابية في شمال وشرق تاز وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة ومقتل 17 من الحوثيين نتيجة القصف والمواجهات طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تواصل قصفها لمعاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية لمدينة تاز ما أسفر عن مقتل نحو 17 من المتمردين من جانب آخر سقط عشر قتلى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال هجوم شنه الجيش والمقاومة على مواقع الميليشيات في جبهات المدينة كما تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على تبة الدفاع الجوي في شارع الستين في مدينة تاز فيما لا تزال المواجهات متواصلة في خط الأربعين والأطراف الشرقية للمدينة تنتهي هذه المرحلة إن شاء الله عز وجل بتوفيق من الله عز وجل وبعزائم الرجال المقاتلين بمرحلة ثالثة هو انضمام الأفراد المقاومة الشعبية إلى الجيش الوطني ودخولهم إلى المعسكرات أما عدن فقط سيطرت قوات الشرعية على مقر المجلس المحلي لمنطقة المنصورة وطردت مسلحي تنظيم القاعدة منها بمشاركة طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي الذي قام بتدمير مخابئ ومخازن أسلحة للقاعدة بالمنصورة السلطات المحلية والأمنية في عدن اليوم تواقه تحدي لبس سيطرة الدولة على بقية المديريات التي لم تدخلها القوات الأمنية حتى الآن خاصة وأن ميليشيات الحوثي وصالح رهانها الأساسية على عدم قدرات السلطات على إدارة المناطق المحررة في الوقت الحالي الجيش الوطري والمقاومة الشعبية جريان ترتيبات عسكرية كبيرة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لحسم معركة تحرير العاصمة صنعاء يترافق ذلك مع انشقاقات في صفوف الميليشيا الإنقلابية ورفض القبائل طوق صنعاء الإغراءات من المخلوع صالح وتأكيد وقوفها بجانب الشرعية التقدم في تعزف تحترق إمدادات وتعزيزات للجيش الوطني سواء من عدن أو عبر ميناء المخاء إضافة لفتح الطريق للتحرك شمالا نحو صنعاء أخبار الدار محمد طاهر تعز